انطلقت أمس بمدينة مصراتة حملة خلون واضحين لإزالة تعتيم زجاج السيارات برعاية حركة إبداع ومنتداء الكرامة وذلك من أجل المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومنع المارقين والخارجين عن القانون من الاستمرار في غيهم حسب قولهم وتمكينهم من الاختفاء بعد ارتكاب جرائمهم طبعا كانت هذه حملة خلون واضحين لما حدث في الأيام الماضية داخل مدينة مصراتة من اغتيالات فأردنا نحن شباب حركة إبداع ومنتداء الكرامة وكل شباب مدينة مصراتة التلاحم والوقوف مع رجال الأمن داخل مدينة مصراتة ومساندة رجال الأمن والمجلس المحلي لكي نقضي على الظواهر السلبية منها الزجاج المعتم واللوحات المعدنية فيجب أن نعرف أننا يجب أن ننتظم وندى بأنفسنا بتركيب الألوحات المعدنية وفك وإزالة الزجاج المعتم لكي نحافظ على الأمن والأمان ونقف يدا واحدة ضد من يريدون تخريب تورس 17 فبراير ومن يريد زعزعة أمن ليبيا